رحلة علاج دامت أحد عشر عاماً تمسكت فيها سهاب الحياة لتكون جزءاً من تظاهرة مراتوني نوران الذي يشجع على الفحص المبكري لمرض السرطان وتسجل تونس أكثر من أربعة ألف إصابة سنوياً بداء سرطان الثدي الذي استوجب خمسة عشر حصة علاج كيميائي بكلفة لا تقل عن ألف وثلاثمائة دولار وفق مختصين بحكم المحيط اللي احنا نعيش فيه بحكم المسببات متع السرطان هذية العدد قاعد يمشي ويزيد صحيح الحاجة اللي هي مفرحة أنه الحملات هذية تنجم تخلي العباد وأن نوعيهم أكثر بشي يكتشفوا المرض في مرحلة مبكرة وكلنا نعرف أنه وقتلين يكتشفوا المرض في مرحلة مبكرة العلاجات تكون أسهل تكون أقل قساوة والحاجة الأخرى اللي هي مهمة أنه نسبة الشفاء تكون عالية جدا من جهتها تحرص السلطات في شهر أكتوبر الوردي على نقل الكوادر الطبية لتولي عمليات فحص آلاف النساء في الأرياف ويعاضد جهودها المجتمع المدني الذي يطالب بتوفير الأدوية وتحسين وضعية المستشفيات الحكومية ماذا بينا احنا سورطو لغو شخش وسورطو أنه ثم برش عباد ما عندهمش أكسي لليسوا كي جي تشوف لهنا في صالح عزيز ما أنا ثم ديزاسوسياشون كي ممتاع مدام زروق اللي يكريوا ديار للعباد خطر ثم عباد يبدوا 300 ولا 400 كيلومتر وما عندهمش أكسي وما عندهمش وينيوسكنو ما عندهمش حتى خطا وميكلو بتتعلم الثقافة ذي انت على الجري الماراتون اسورطو نشجع لليزاسوسياشون اللي قاعدة تخدم في الشيء ذي أفهمتو اللي متوعين الناس اللي متوعين والديعب على البلاد كوغيخ بوغلبون كوزيتاناك نوبل دونك نشجع عن نيس الكل نيس الكل حتى بأم بتيت مخش مش بضرورة جري ولا حاجة مسؤولية كبيرة ومكلفة لمرضى السرطان تضع رعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ضمن تحديات السلطات والمنظمات المدنية ليبقى تقصي المبكر بحسب كثيرين الحالة الفعالة الوحيدة للحد من تكلفة المرض على جميع الأصعيدة أميما بن خلف المشهد تونس